هذا وأعرب حزب مستقبل وطن عن خلص تقديره واعتزازه بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية من محافظات المينيا وأكد الحزب أن هذه القرارات تأتي استكمالا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين وثمن الحزب هذه القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب مؤكدا أنها تضع مزيدا من المسئولية على المجتمع المدني في تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية ووجه حزب مستقبل وطن كل التحية وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتح السيسي قائد ملحمة بناء الإنسان المصري بشكل يلبي احتياجاته ويوفر له كافة حقوقه